اشتركوا في القناة 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 عندها في البيت ديالها تنشوف الظروف العائلية ديالها تنشوف الظروف المادية ديالها كيكون دائما استمرارية عام وعامين. أنا كان مغانا نقول لهم الله يكمل عليهم بالخير والله يوفقهم والله يجعل هذا الزفاف كله فرح وصرور وهو ما يقولوا لك وأنا شخصيا ما كان عرفتش وحدة فيهم توحدة ما هي مساعدة ديالي أو شعجة هذو كلهم كان خدموهم لوجه الله العظيم. المهم هو ما هو ما لا بغتش وحدة فيهم تطوع وهي تقول لك شنو الشعور ديالها النهار اللي جات لنا والنهار اللي كانت هنا وكيفاش تتقبلنا لها وكيفاش كانت الدورة التكوينية في المجلس العلمي. وقبل ما نسألي وقبل ما تسولهم على رأسها كل هذه الأعمال الخيرية كان شكر محمد السادس نصره الله ورعاه وخلى رعاية لهذه الأمة. لأنه لله يجزيه باخر هو اللي يفتح الأبواب الجمعيات لهذه الأعمال الخيرية الله يخليهنا والله يشافه والله يبركدنا في عمره والله يصلح دوريته ويخلينا للسلمة ويخلينا الأسرة الملكية اشتركوا في القناة